يتحضر العالم لوديع الأسطورة البرازيلية في جنازة ينقل خلال جثمانو الاثنين داخل تبوت مطلب الذهب من سان باولو إلى مدينة عاشفية لعباً طوال عشرين سنة لنادب يحمل اسمها هي سانتوس البعيدة سبعين كيلومتراً وهناك سيترك النعش وسط ملعب اسمه فيلا بيل ميرو تابع للنادي ليلقى الأهالي النظرة الأخيرة على بلاي قبل دفن الثلاثاء في مقبرة يوصفها كتاب جينيس للأرقام القياسية بأنها الأعلى في العالم المقبرة المعروفة باسم ميموريال نيكروبول إيكومينيكا عالمياً انتهى بنائها اللي بدأ عام 1983 بعد 8 سنوات مكون من 14 طابق ارتفاع 108 أمتار أي كما ارتفاع مبنى عادة من 32 طابق وبتضم 14 ألف ضريح مع أقبية وغرف للخدمات ومحرقة جثث وتشيل المعلومات إلى أن بلاي أوصى أن يكون مثوى الأخير بطبقة 9 لأنه مواجه مباشرة للملعب ولأن الرقم 9 مهم جداً بنسبة له وفقاً لما ورد في موقع صحيفة إتريبيونيا المحلية وكان الجوهر السودي أخبر الصحيفة في أوائل العام الجاري أن أفضل مكان بعد مغادرة هذا العالم هو يلي اخترت للراحة بسلام في تلك المقبرة ففيها سكينة وهدوء روحي مضيفاً أنه في المقبرة التي يختارها أجانب أيضاً كمثوى أخير وستكون مقرناً لتبوته الذي جهذه منذ ذمن أصدقاء لي وأقرباء يسترحون فيها كمقال هذا وسيرقط بلاب المقبرة الأعلى بالعالم قرب اثنين من أسرته سبقاه إليها هما ابنته ساندري يلي توفت بعمر 62 عام ضحية ب2006 لسرطان بالثدي عانت منه الكثير إضافة إلى شقيقه جايير يلي كان بعمر 77 حين توفى أيضاً بسرطان البروستات أما اختيار الملك للطابق التاسع بالذيت ما كان لضريحه بالمقبرة فلأن الرقم 9 مهم جداً بالنسبة له فعبره يكون بتكريم والده الراحل عام 1996 بعمر 79 سنة ويلي اشتهر باسم دوندينيو حيث كان قلب الهجوم بعدد من أندي تكرة القدم يلي لايب فيها وارتدى الأميس رقم 9 دايماً وفق ما ذكر بيلي عنه بأحدى المرات ويتوقعون أن تكون أكثر اللحظات المؤثرة بالمتابعين للتشييع عبر التلفزيونات هي سير النعش من الملعب إلى الدفن في المقبرة يوم الثلاثاء ومروره بشوارع مدينة سانتوس ووصوله أمام مدخل منزل ولدته سلاست أرانتس البالغة مئة عام والمقيمة في المدينة اللي كان بيلي بيزورها باستمرار وبحنئلة لأنه قضى فيها فترة مراهقته وشبابه وكان عضو بأشهر نادة فيها وهو الناد السوري اللبناني المستمر منذ تأسيسه عام 1952 كأفخم نواديها ترجمة نانسي قنقر